وفيها ليبيا انتصارات الوفاق تتواصل في الجبهة الغربية ورئيسة البعثة الأممية تنتقد استهداف المدنيين فهل يتحرك العالم لحماية سكان طرابلس فلسطين السلطة تجتمع لمواجهة قرارات الضم الإسرائيلية فهل تخرج بإجراءات حازمة غد الاحتلال وفي موضوعنا المغاربي قلة الفحوصات في دول المغرب العربي معضلة تقف حجر عكرة في مواجهة كورونا وفي جولتنا في مواقع التواصل الخلاف ضمن عائلة الأسد يدخل مرحلة جديدة بحجز أموال رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري أهلا بكم اتهمت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز قوات اللواء الليبي خليفة حفتر باستهداف المدنيين والبنى التحتية في هجماته على العاصمة طرابلس وفي إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي قالت ويليامز أن التدخلات الأجنبية في الصراع الليبي في ازدياد مشيرة إلى أن المنظمة الدولية لن تتوقف عن المطالبة بالانخراط في حوار سياسي حتى تتوصل إلى وقف لإطلاق النار أعتقد أننا قد وصلنا إلى منعطف خطير في الصراع الليبي في ظل تدفق الأسلحة والمرتزقة لجانبين نتائج الصراع ستكون مدمرة وستزداد رقعة الصراع إذا تواصلت تدخلات الأجنبية ويجب أن لا ندع ليبيا تنزلق لما هو أسوأ تحقيق ذلك لا يكون إلا بالعمل السياسي وعمل المجتمع الدولي بشكل جماعي من جانب الآخر تهم المندوب الليبي في الأمم المتاحة طاهر السن عددا من الدول منها الإمارات بانتهاك حضر توريد السلاح إلى ليبيا والمساهمة في قتل المدنيين هناك دول استثمرت في زعزعة استقرار ليبيا وساهمت في دعم المعتدي عبر كسر الحضر الدولي على توريد السلاح إلى ليبيا لقد عملت هذه الدول ومنها الإمارات على المساهمة المباشرة في قتل شعبنا بالأسلحة التي وفرتها لميليشيات شرق ليبيا وهنا أريد أن أسأل هذه الدول كيف ستجيب شعوبها عندما تسأل عن السر في وجودها ضمن القائمة الدولية لحضر تصدير السلاح إلى ليبيا هذا الحضر الذي لم يشمل سوى الحكومة الشرعية الوحيدة التي يعترف بها المجتمع الدولي أما المندوب الروسي فقد تحفظ في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأوضاع في ليبيا على المزاعم بضلوع روسي في الصراع الليبي وأضاف أن بلاده تعمل على الدفع بالأطراف الليبية إلى الحوار والعودة إلى العملية السياسية مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن لن تنجح طالما لم تحظى أولا بتوافق الليبيين نحن نعتقد بأن تزويد الأسلحة والمرتزق إلى ليبيا يجب أن يتوقف لطرفي الصراع فكما تعلمون لقد لحق الدمار ودمرت الدولة الليبية بسبب التدخلات الخارجية ومرة أخرى نحن نذكر ونشدد على أن هذه العمليات العسكرية تتعارض وتنتهي قرارات مجلس الأمن ميدانيا أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية سيطرتها على بلدتي تيجي وبدر جنوب ترابلس فيما أفادت مصادر ميدانية بانسحاب قوات حفتر من بعض مناطق جنوب العاصمة وذلك بعد يومين على خسارتها قاعدة الوطية الجوية ربما لم يدر بخلد صانع منظومة الدفاع الجوي من طراز بانتسر أن تصير إلى ما صارت إليه في ليبيا المنظومة الروسية الآن في مدينة الزاوية شرقي ترابلس كغنيمة حرب منظومتان مثلها دمرهما سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق مما مهد الطريق إلى دخول قاعدة الوطية وحيث فرت قوات حفتر من القاعدة تحت ضربات حكومة الوفاق كان للمتحدث باسم قوات حفتر تفسير آخر تدرت الأوامر الليلة البارحة بالانسحاب للأفراد تحت غطاء جوي كالقوات المسلحة أمن انسحاب الأفراد من القاعدة إلى مقطة التجمع الثانية كانت عملية ناجحة بامتياز ليست هزيمة ولا فرارا بل مجرد إعادة تموضع رواية لا تبدو أركانها متينة بالنظر إلى أهمية الموقع وحجم الأسلحة التي تركتها قوات حفتر خلفها أسلحة قالت حكومة الوفاق أنها ستوثقها لتقديمها لاحقا لمجلس الأمن الدولي لكن ما قدمه المتحدث باسم حفتر على أنه إعادة تموضع تكتيكي كان وفق مصادر ميدانية انسحابا واضحا من بعض مناطق جنوبي طرابص وكذلك من بلدتي تيجي وبدر جنوبي لوطية التي سيطرت عليهم قوات الوفاق صباح الثلاثة ووفق منظور خبراء فنتصح قوات حفتر لهزائمها كما لو أنها انسحابات تكتيكية يبدو أنه لا يزيد عن كونه محاولة لاحتواء موقف متداهر وينضم إلينا عبر الهاتف من مصرات الطاهر بن طاهر الأكاديمي والباحث السياسي مرحبا بك يعني معسكر حفتر ما زال يقول ما وقع كان انسحابا تكتيكيا فما الذي يمكن أن نقرأه من الخطط التي تملكها حكومة الوفاق هل هي استراتيجية لدحر حفتر واسترجاع كل الأراضي وعدم اعتباره شريكا في المستقبل بسم الله 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 ترجمة نانسي قنقر حكومة الوفاق هل يمكن أن نعتقد جازمين أنها ستبني على هذا الانتصار العسكري الميداني استرجاعها لقاعدة الوطية الجوية وأن تمر إلى تحرير كل ليبيا وإلى الانتهاء مع معسكر حفتر أم أنها ستستعين بالميدان بقدر أن الميدان العسكري يخدم العملية السياسية التي ما زالت ممكنة؟ نعم هذه هي طرف المعادلة يعني لم يحصل تقدم الطبيعة لديها إلا عندما تقدم القوات الوفاق ونحظنا بالبيانة التي نطلقها بسيطة صيد السراج عندما علمنا طرحة بعد تهنياته لقواته بالنقر أن حكومة الوفاق لن تتوقف أن القوات في صارتها شاملة على الأراضي الليبية هذا المؤشر الأول المؤشر الثاني لحظنا اليوم من حديث المنبوض الليبي في الورم المتحدة وكيف تتهم ديودا بعينها وكيف تسمى الأمور بمثمياتها أيضا نعتار على أن حكومة الوفاق فيها شعرية وأنها من يجب أن تصيب على سافة الأراضي الليبية أعتقد أن هذه الرسائل السياسية وديبلوغاتية تبطن داخلها استمارة العملية العسكرية التي بدأت الوفاق تأخذها حكومة الوفاق بشكل واضح وجديد للدمير من مصرات حدثنا طهر بن طهر الأكاديمي والباحث السياسي شكرا جزيلا لك عقدت القيادة الفلسطينية اجتماعا مساء هذا اليوم لوضع خطة للرد على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نيتانياهو أن الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وكانت القيادة الفلسطينية قد دعت في وقت سابق حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى المشاركة في الاجتماع ولكن الحركتين اعتذرتا عن المشاركة فيما سيضم الاجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومن المتوقع أن تعلن نتائجه في وقت متأخر من هذا المساء ننتقل بكم الآن إلى هذه الكلمة المباشرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس من رمالة تحضر الترحيل القصري لمواطني الأرض المحتلة كما وتحضر نقل سكان دولة الاحتلال المستعمرين إلى الأرض التي تحتلها وجميعها تشكل انتهاكات جسيمة وجرائم حرب ثالثا نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ونعتبرها شريكا أساسا ورئيسا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا ومع ذلك حتى نكون واقعيين ومع ذلك فأنا نرحب بكل مواقف الأطراف الأمريكية الأخرى الرافضة لسياسات هذه الإدارة المعادية لشعبنا وحقوقها المشروعة سمعنا أكثر من موقف بين الرجالات الأمريكية من الكونغرس إلى غيره يرفضون هذه السياسة نحن نميز نحن مش ضد أمريكا كشعب نحن ضد أمريكا الاستعمارية أمريكا الإدارة أمريكا الاستيطانية أمريكا المعادية للشعب الفلسطيني ولشعوب الأرض بس من كان أمريكيا أو يحمل جنسية الأمريكية نحن مش ضده نحن ضد الذي يقف ضدنا رابعا نقرر اليوم استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لن ننظم إليها حتى الآن هناك عدد من المنظمات أوقفنا الانضمام إليها كاتفاق والآن نحن في حل من الاتفاق وقعنا بعضها أمش خلال ثانيا نجدد التزامنا بالشرعية الدولية وبالقرارات العربية والإسلامية والإخليمية ذات الصلة والتي نحن جزء منها كما نجدد التزامنا الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي نحن ضد الإرهاب العالمي نحن ضد الإرهاب العالمي أيًا كان شكله أو مصدره سادسا نؤكد مجددا التزامنا مش رفضنا وما قلت لا التزامنا بحل الصراع الفلسطي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بينهما بيننا وبين إسرائيل على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة الرباعية الدولية أو الرباعية زائد أمريكا وحدها لا لن نقبل بأمريكا وعبر مؤتمر دولي اتفقنا في أنابوليس على مؤتمر دولي في موسكو من عشر سنين وليل أمسين المؤتمر الدولي وفق الشرعية الدولية سابعا ندعو دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأمريكية والإسرائيلية وهي كثيرة كثير من دول العالم وبالذات الدول الأوروبية رفضت هذه السياسة ولكن رفضت صفقة القرن والسياسات الأمريكية والإسرائيلية وإجراءاتها المقالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الوقع معها أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وما أسهل الرفض والاستنكار وبتنام عليه وبتبرد ذنتك في كثير ناس من عنا لك سنكروا كفائي لا أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها لأنه ليك في تقول هذا رافض وشريل عم بالضم هذا شرعي بشرعي ما بك في تقول بشرعي هذا بشرعي وأنت مجرم ويفرض عليك عقوبة هيك بصير وهذا ما نطالب به كل دول العالم التي نشكرها على موقفها الرافض ولكن لا نكتفي بالرافض ونطالب من لم يعترب بدولة فلسطين منها من هذه الدول حتى الآن الإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والخانون الدولي ولإنفاذ خرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة فلسطين يقولون نحن من يعترف أن هذا قرار منفرد أنت بعترف بدولة إسرائيل نعم وينظم إلينا من رام الله الكاتب والباحث السياسي جهاد حرب مرحبا بك يعني كلمة الرئيس محمود عباس أعادت التذكير بثوابت السلطة الفلسطينية وفيها التنديد بما يحدث بصفقة القرن ولكن هذه المقاربة نعرف أنها تحافظ على الشريك الدولي الذي يدعم حل الدولتين رغم أن هذا الحل لم يعد قابلا للحياة بدليل سلوكات الحكومة الإسرائيلية الآن هل مثل هذا الخطاب يمكن أن يقنع الشركاء الفلسطينيين الآخرين خاصة هؤلاء الذين لم يحضروا هذا الاجتماع الذي عقد اليوم يعني ما سمعناه حتى الآن من هذا الخطاب هو تكرار لخطابات الرئيس خلال السنوات الماضية وربما الجديد هو التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي كانت هناك اتفاقا مع الإدارة الأمريكية بعدم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية وبالتالي الفعل الرئيسي الوحيد هو التوقيع على الاتفاقيات كما فعلت السلطة الفلسطينية أما بقية الخطابة على حديتها فهي ضمن البرنامج المتوقع الفلسطينيين لمواجهة خطة ترامب هل سيقنع الأطراف الأخرى لا أعتقد ذلك لأنهم يطالبون بشيء أكبر من ذلك يطالبون بإنهاء العلاقة مع إسرائيل ويطالبون بحل السلطة الفلسطينية والاندمام إلى برنامج حركة حماس أو الجهاد الإسلامي ولا أعتقد أن منظمة التحرير الفلسطينية ستذهب إلى ذلك برنامج منظمة التحرير الفلسطينية هي قيار حد الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وهي تحارب في المجالين السياسي والدبلوماسي وكذلك إلى المجال المتعلق في القضاء من خلال محكمة الجنيات الدولية وهذا ما جاء في البند الثاني من خطاب الرئيس باعتبار الضم هي جريمة حرب ينص عليها القانون الدولي واتفاقية روما ميثاق روما الذي يعد مؤسس لمحكمة الجنيات الدولية طيب عندما يقول في خطابه الرئيس عباس أن فتح في حل من الاتفاقات مع إسرائيل فهل هذا يعني السلطة؟ وأن السلطة هي فتح وفتح هي السلطة السلطة الفلسطينية هذا المساء بدون شركائها الفلسطينيين الكبار الآخرين وعلى رأسهم حماس يعني طبعا حركة فتح هي ليست السلطة على الرغم من يعني تشابكها فبالتالي السلطة هي الملتزمة وفقا للاتفاق بإجراء التعاملات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي سواء تنسيق الأمني أم المدني أو الصحي أو الاقتصادي وغيره اتفاقية أوسلو فيها أربع قضايا القضايا السياسية وهي المفاوضات أو القضايا الأمنية الموجودة في بروتوكول عادة الانتشار أو ما يسمى بالتنسيق الأمني واتفاق باريس وهو المتعلق بالجانب الاقتصادي وهناك المتعلق بالجوانب القانونية والمدنية المتعلقة بالمعاملات على سبيل المثال السجل المدني الذي مازال لدى الاحتلال الإسرائيلي وإمكانية حركة الفلسطينيين داخلا وخارجا هو مرتبط بهذا السجل وبالتالي هناك تنسيق مستمر لا أعتقد أن السلطة تستطيع التحلل من هذه الاتفاقيات لكن الأحزاب السياسية هي تستطيع التحلل من هذه الاتفاقيات وغير ملزمة فيها ما دامت أن إسرائيل لم تنتقل إلى المرحلة التالية وهي إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتوقيع اتفاق سلامة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالتالي في ظني أن الرئيس محمود عباس يحمل الأحزاب والفصائل مسؤولية النهوض بالعمل المقاوم في مواجهة عملية الضم والمقاومة الشعبية هذا ما تذهب إليه حركة فتح أو تتبنى حركة فتح اللافت أيضا في خطاب الرحيس محمود عباس مقاله من أنه لا يعترف بأمريكا كوسيط وحيد ولكن هل هذه المقاربة قابلة للحياة عندما نعرف سطوة الأمريكيين على الرأي العام الدولي؟ هو لا يستبعد الولايات المتحدة الأمريكية من المشاركة ضمن مجموعة المجموعة الرباعية أو الرباعية زائد وهذا ما قاله ليس اليوم وما قاله منذ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ومنذ الاعتراب بالقدس عاصمة لإسرائيل وهي بمعنى آخر أن هذا الكلام مفهوم وأيضا ممارس منذ فترة منذ عامين تقريبا والسلطة الفلسطينية لا توجد لديها علاقة مع الحكومة الأمريكية وكذلك هي تتخذ موقفا واضحا في هذا السياق وهي عدم التعامل مع الإدارة الأمريكية وهناك تعاملات مع أعضاف الكونغرس وخاصة الديمقراطيين ومساة المجتمع المدني وبالتالي الفكرة الرئيسية تفرد الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد قابلا أن يكون هو الأساس تحتاج إلى الرباعية الدولية بما فيها الممتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكن لا يستبعدها لأنه يدرك لا أحد من الفلسطينيين يستبعد الولايات المتحدة الأمريكية من المشاركة في عملية السلام أو في رعاية عملية السلام لأنهم يدركون حجم وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية ونفوذها لدى الحكومة الإسرائيلية لكن لم يعد مقبولا الانحياز الكامل الذي مارسته الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب لجانب إسرائيل أن تكون هي التي تتفرد أو وسيط لم يعد هذا وسيطا أو وسيطا محايدا أو نزيها حتى حدثنا من رامالله الكاتب والباحث السياسي جهاد حرب شكرا جزيلا لك أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من استمرار اعتقال الاحتلال الإسرائيلي الأطفال وطالبت بالإفراج عنهم والتوقف عن ملاحقتهم ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 194 طفلا أسيرا محرومون من الزيارات العائلية ويعيشون ظروفا إنسانية صعبة هذا ويناشد أهالي الأسرى الأطفال العالم الإفراج عنهم في ظل أزمة فيروس كورونا والد أصغر معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف عن حال ابنه شيئا في سجن الدامون بلغ سليمان قطش السابعة عشر داخل المعتقل لا تهمة لديه وملفه سري عائلته حرمت من زيارته ومن حضور محاكماته نحن كأهل أهل إسليمان ممنوعين من حضور المحكمة بصفة أنه قال يقولوا أنه المحكمة سرية ممنوع من الاتصال بإسليمان هو يتصل فينا نهائيا اتصل بس مرة واحدة من ست شهور نحن هذا الشهر السادس إسليمان دخل وهو موجود في المعتقل الإداري في سجون الاحتلال ما شفناه نهائيا ولم يصدر إنا تصريح لزيارة إسليمان المعتقل في السجن الدامون مخيم الجلزون نقطة مواجهة مع مستوطنة بيت إيل قوات الاحتلال تقف لأطفال المخيم بالمرصاد تعتقلهم وتنكل بهم الطفل حسين زيد اعتقل وحكم بالسجن 22 شهرا أمضى نصفها ومع أزمة فيروس كورونا منعت عائلته من زيارته بحكي لك الشعور يعني لا يوصف بس إنه ما فيش في قد إشي فكدناه في العيد فكدناه لما يطلع الشترق ويعي فكدت لما يحلك وكيراوع على الخامسة في أي إشي في المعتقلات يقبع 194 طفلا أسيرا موزعون على سجون عوفر ومجد والدمون تفيد المؤسسات الحقوقية أن إدارة السجون تحتجزهم في ظروف لا تتوفر فيها أدنى الشروط وفوق هذا تفرض رقوبات عليهم 75% من الأطفال الفلسطينيين بتعرضوا للعنف الجسدي إضافة إلى ذلك سجلنا حالات عنف نفسي ضد الأطفال الفلسطينيين اللي بتتمثل بشكل أساسي في تهديد الأطفال الفلسطينيين في وضعهم في العزل الانفرادي الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من مواصلة اعتقالهم خلال أزمة كورونا ودعت للإفراج عنهم بشكل آمن ووقف اعتقالهم أربعون طفلا يقبعون في سجن عوفر من بين 194 آخرين غيبتهم سجون الاحتلال الإسرائيلي عن أحبتهم غياب يصبه قلق لدى عائلتهم بفعل أزمة فيروس كورونا وقلق آخر مضاعف بسبب غياب موقف دولي ضاغط للإفراج عنهم من أمام سجن عوفر غير برام الله يارى العمل العربي أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة إماراتية تابعة لشركة الاتحاد للطيران وصلت إلى مطار بنجريون الدولي قرب تل أبيب في رحلة مباشرة وعلنية هي الأولى من نوعها من أبوظبي وبحسب مصادر إعلامية فإن الطائرة محملة بمساعدة طبية من الإمارات للفلسطينيين سيتم تسليمها للطواقم التابعة للأمم المتحدة التي ستعمل على توزيعها في الظفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وننتقل إلى فقرة مواقع التواصل الاجتماعي والزميلة بدر والملف الليبي حاصة قصة الانسحاب التكتيكي لقوات حفتر بالفعل وهذا أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل شكرا كمال انسحاب تكتيكي مدروس هكذا وصف المركز الإعلامي لقوات خليفة حفتر سقوط قاعدة الوطية الاستراتيجية غرب العاصمة ترابلوس في محاولة للتقليل من أهمية خسارة ثاني أهم موقع استراتيجي لقواته في ليبيا ولكن السيطرة على قاعدة الوطية لا تعد نصرا ميدانيا لحكومة الوفاق فحسب فما عطر عليه من أسلحة ودخائر وعتاد في القاعدة سيتم تقديمه في ملف إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي لتكون أدلة دامغة تثبت انتهاك عدد من الدول بينها الإمارات ومصر وروسيا قرار حضر تصدير السلاح إلى ليبيا وتثبت دلوعها في جرائم بحق المدنيين حسب ما أعلن وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر السيالة طاهر السني السفير الليبي إلى الأمم المتحدة قال في تغريدة بعد تحرير قاعدة الوطية الجوية ستكون لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة مشغولة بالأسلحة التي وجدناها هناك إنه العد التنازلي النهائي وعلى المجتمع الدولي أن يبدأ بالتفكير في خطوته التالية أيضا من جانبه أوضح المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للحكومة الليبية أن تعاون حكومة الوفاق العسكري مع الحكومة التركية العضو في حلف الناتو لا يخالف القانون الدولي وهو حق سيادي كما هو مفصل في نتاق الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق من تورطوا في ليبيا أثر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي عتيقة جميدة احتفلت بهذا الخبر وقالت سيسجل هذا كأكبر إنجاز ونصر في رصيد الليبيين على حساب حفتر بينما تساءل هذا المغرد جيمز دازا يقول هل يمكن للأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن يشرحوا للليبيين كيف وصل ندام الدفاع الجوي الروسي إلى ليبيا لا أعتقد أن الدول المتورطة تمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف أما محمد الجراح بالرغم من التحركات الميدانية والديبلوماسية الحديثة فإن هناك من يرى أن الخروج من المأزق سيكون صعبا يقول انسحاب قوات حفتر من خطوط الجبهة الأممية في ترابلس ممكن عبر خيارين فقط أن يقبل استحالة تفوقه العسكري على تركيا والداعمين الخارجيين لها وأن تستعد الدول الداعمة له لتصعيد كبير أما أحمد القماطي من جهته فكتب قائلا ويرى أن الخروج من المأزق يكمن في قبول حفتر للهزيمة في غرب ليبيا وبتمسكه بمناطق في الجنوب والشرق في محاولة للبقاء كترف فاعل في أي محادثات سلام مستقبلية ويقول خطر التقسيم لا يزال ممكنا نعود إليك كمان لاستكمال باقي الأخبار شكرا بدر قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه تسلم مهامه في ظل خزينة خاوية وسيادة منقوصة وسلاح منفلت خارج إطار الدولة وأضاف الكاظمي في تصريح صحوفي أنه وجد خزينة شبه خاوية عند استلامه إذ دعا الكتل السياسية في البرلمان إلى دعم الحكومة الجديدة بالتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة ويعاني العراق مشكلات اقتصادية وسياسية وأمنية منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 وثلاثة وظهور تنظيم الدولة تظاهر عدد من الموظفين المعنيين في وزارة النفط العراقية أمام مبنى شركة نفط الجنوب في البصرة وذلك للمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم ومنحهم الأوامر الإدارية للمباشرة وبالعمل في الشركات النفطية ممثلون عن ألفي موظف عين وحديثا قرروا التظاهر والاعتصام أمام مبنى شركة نفط البصرة للمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم وإصدار أوامر بالتعيين بعد تأخر إصدار أوامر إدارية لتعيينهم رغم حصولهم على أوامر وزارية تفاجئنا بعد إجراء كل الإجراءات القانونية واستمرت لمدة أكثر من ستة أشهر تفاجئنا لا تتم الموافقة إلا بإقرار الموازنة واليوم الربع الثاني لـ 2020 قد انتهى اليوم نحن بشهر الخامس نهاية شهر الخامس ولكن الموازنة بدون إقرار بعض الموظفين المتظاهرين يقولون إن القرعة التي جرت لاختيار الموظفين على ملاك وزارة النفط كانت نزيها ولم تتدخل فيها القوى المؤثرة وعرقلة إصدار الأوامر الإدارية للمباشرة بالعمل للموظفين جاءت لأن الأحزاب السياسية لم تمنح فرصة ترشيح أتباعها للحصول على تلك الوظائف بس هي قرعة نزيها طلعت الناس الفقرة الناس اللي ما عدها واسطات الناس اللي ما عدها أحزاب هسأل ما عد أحزاب ما تردوني ما عدها واسطة ما تردوني يتخوف بعض المعينين حديثا ألا تكون الحكومة صادقة في وعودها بتوفير فرص العمل رغم خضوعهم للضوابط الخاصة بالتعيين طبيعيا وجرينا كافة الإجراءات من فحص طبيب من تصريح أمني نقول وهمية ما أصور وهمية ولكن الأمر هناك أنه المماطلة والمطاولة الأمر يتعلق بين شركات البصرة وبين الوزارة بدأ الشك يتسرب إلى نفوس أهالي البصرة من مدى قدرة الحكومة على استيعاب المعينين حديثا في الوظائف الحكومية مع أزمة إقرار الموازنة التي لن تشمل وفق التسريبات أي مخصصات للوظائف الجديدة المعينون بالوظائف الجديدة يطالبون بتثبيتهم في وظائفهم استنادا للأوامر الوزارية لكنهم يقولون أن الدوائر والمؤسسات الحكومية في البصرة تتجاهل تلك الأوامر ما يدفع البعض للتشكيك في أن تكون عملية تعيينهم تهدف إلى امتصاص غضب الشارع إبان فترة المظاهرات مازنى الطيار العربي البصرة ونتابعه بعد الفاصل اليمن معارك عنيفة وغارات للتحالف على مأرب أهلا بكم من جديد وهذا تذكر بأبرز العنوين ليبيا انتصارات الوفاق تتواصل في الجبهة الغربية ورئيسة البعثة الأممية تنتقد استهداف المدنيين فلسطين السلطة تجتمع لمواجهة قرارات الضم الإسرائيلية والآن إلى فقراتنا المغاربية والزميلة فرح شكرا كمال أهلا بكم الإجراءات التي اتخذتها الدول المغاربية لمواجهة فيروس كورونا تبدو حتى الآن عاجزة عن كبح الجماح الفيروس بالرغم من أن عدد الإصابات في البلدان المغاربية يبقى منخفضا مقارنة بالمشرق العربي ويعزو خبراء الصحة عجزة دول المغاربية عن السيطرة على الوباء إلى قلة الفحوصات اليومية التي تجريها هذه الدول إذ لم تصل كل فحوصات البلدان المغاربية إلى النسب التي حددتها منظمة الصحة العالمية بالرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا قد يصيب نحو ربع مليار شخص في إفريقيا خلال عام حل عدم اتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون ذلك للفحوصات دور أساسي في منع الوباء وإبطاء تفشيه فهل هي متوفرة وكافية في دول المغرب العربي؟ بحسب الإحصائيات فقد تصدر المغرب أعداد اختبارات الفيروس بإجراء أكثر من 100 ألف فحص وجاءت تونس في المركز الثاني بما يتجاوز 41 ألف فحص فيما لم تعلن الجزائر عن عدد الاختبارات المنجزة بينما سجلت بيانات غير رسمية فحوصات وصلت إلى 6500 فحص وذلك بالرغم من تسجيلها أعلى معدل وفيات جراء الوباء في المغرب العربي وصلت إلى أكثر من 500 وفاة وبحسب المعلومات التي نشرتها وزارات الصحة في البلدان فليبيا حلت في المركز الرابع بأكثر من 3600 فحص أما موريتانيا بعدد فحوصات لم يتجاوز 2500 من مجمل عدد السكان وتظل أعداد مراكز الفحص والتشهيزات الطبية لاستقبال المرضى قليلة بالمقارنة مع حجم الحاجة والوعي الصحي والمجتمعي له دور أكبر وإنضم إلينا من الرباط الدكتور خالد فتحي أستاذ في كلية الطب بالرباط ورئيس قسم في مستشفى بن سين الجامعي دكتور خالد في البداية ما هي الأسباب التي تقف وراء هذا النقص في أعداد الفحوصات في المغرب العربي مع الإشارة طبعا بأن هناك تفاوتا بين دولة واخرى هو في الحقيقة دول المغرب العربي اختارت الفحص الموجه وهو اختيار لم يأتي من فراغ وإنما كان اختيارا عقلانيا ومدروسا ويراعي سياق الوباء كل الدول المغاربية إذا منتبهنا هي توجد في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من الوباء وفي هذه الحالة يجب اختبار فقط الحالات المحتملة والمخالطين لمنع تفشي الوباء والاختبار الموجه يكفي إذا لا قدر الله مرة دولة من دول المغرب العربي إلى المرحلة الوبائية فسيكون من المستحيل اختبار كل أفراد الشعب أو اختبار كل الناس لأن الفيروس آنذاك ينتشر بسرعة على كامل التراب الوطني في الحقيقة هناك استراتيجية تنهجها الدول المغاربية وهي أن الفحص الموجه يكفي الآن الفحص الموجه يكفي ولكن النقص في أعداد الفحوصات بشكل عام ألا يمكن أن يؤثر على بزدقية ودقة الأرقام المعلنة لأعداد الإصابات ألا يمكن أن تكون أعداد الإصابات أكبر بكثير مما هو معلن في الحقيقة هذا طرح وجيه عندما لا يكون لديك عدد مرتفع من الإصابات فإنك تشك بأنك لم تستطع الوصول إلى كل الإصابات ولكن ما يفند هذا في دول المغرب العربي وهو أن معدل الوفيات في دول المغرب العربي لم يرتفع مقارنة مع السنة الفارطة وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن كون أن الفيروس يحصد ضحايا لم تنتبه لها المنظومات الصحية المغاربية في الحقيقة الفيروس يتحرك ببطء مقارنة مع ما وقع في أوروبا ولكن الآن ونحن نستعد لرفع الحجر الصحي في المغرب خلال ثلاث أسابيع وهناك تونس التي دخلت ما سمته بالحجر الصحي الموجه يجب أن نتذكر أن الحجر الصحي هو فقط إجراء من إجراءات الوقاية وبالتالي عندما نخفضه أو نرفعه فسيخلق ذلك تغرى في الجبهة التي تحارب هذا الداء وبالتالي ينبغي تعويض هذا الحجر الصحي بشيء آخر هو الرفع من عدد الاختبارات التي تجرى يوميا وهناك أصوات علمية وسياسيون ينشدون الحكومات بالسيل في هذا الاتجاه والمرور إلى الفحص الشامل أو على الأقل مضاعفة عدد اختبارات الفحص اليومي في دول المغرب العربي شكرا جزيلا لك دكتور خالد فتحي الأستاذ في كلية الطب في الرباط ورئيس القسم في مستشفى ابن سين الجامعي في الرباط شكرا جزيلا لك الآن نعود إلى بقية الأخبار مع كمال إليك كمال شكرا فرأة إلى اليمن حيث شنت طائرات التحالف عددا من الغارات الجوية على مواقع الحثيين وقال مراسل العربيين الغارات تركزت على ثراوح ومجزر في محافظة مأرب شرق البلاد وخب والشعف بالجوف شمال شرق اليمن وعبس وحرض في محافظة حجة إلى الشمال الغربي بالإضافة إلى الظاهر وكتاف في صعد شمال البلاد من ناحية أخرى عننا المركز الإعلامي للقوات الحكومية اليمنية السيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعا ومقتل عشرين من مسلحي الحثي في ظل شح الكمامات الصحية في اليمن وارتفاع أسعارها ارتفاعا كبيرا برزت مبادرة لتصنيع الكمامات وتوزيعها على الفقراء في العاصمة صنعا فيما وفر المشروع فرص عمل للعديد من النساء العاطلات عن العمل لا وقت للتوقف هنا فوباء كورونا بدأ ينتشر في اليمن ومعه ازدادت الحاجة إلى الكمامات والأقنعة التي بالكاد تتوفر لليمنيين الإعلامية السابقة سل وساري أسست على نفقتها الخاصة مصنع الكمامات هذا تفشي الوباء والحاجة الماسة للوقاية منه دفعها إلى هذه المبادرة الدافع هو كثرة الطلب على مواد الوقاية في السوق وعدم توفرها وحتى أن توفرت تتوفر بأسعار مضاعفة بذلك بعض المواد ليست متوفرة خالص عندنا في اليمن مثل هذا المنتج الذي بنتجه داخل المعمل الآن الذي هو الفيسشيلد لم يتوفر من قبل إنما قمنا بتصميمه هنا في الداخل وبنتجه الآن بكمية كبيرة يصل إنتجنا في اليوم الواحد لعشر ألف قناع المعمل يوفر فرص عمل لأكثر من ثلاثين أسرى النساء هن الأكثر حظا في ذلك هذا المرض أوقف الأعمال جميعها توقفت نحن بدأنا نشتغل ونوفر ونعي الأسر في هذا المشروع أنتجنا كمامات وأقنعه وألبسه ضد هذا المرض تجوب سلوى بكماماتها بعض أحياء صنع أكثر من ألفي كمامة وزغتها على الفقراء فهم الشريحة الأكثر ضعفا أمام الوباء نحن نشكر للإستاذة سلوى على المبادرة هذه في الكمامات لحيث فيروس هذا كورونا مستمر يعني ومنشور وعلى الرغم من هذه المبادرة وغيرها في نشر الوعي حول الوباء ووسائل الوقاية منه إلا أن غالبية اليمنين ما زالوا يعتبرون استخدام الكمامات كوسيلة وقاية رفاهية لا جدوى منها قد لا تكون تلك المبادرات الشخصية بحجم جائحة كورونا لكنها قد تخفص بعض من الأعباء على اليمنيين وخاصة الفقراء منهم في توفير المستلزمات الوقائية من الفيروس نبيل اليسوفي العربي صنع ونعود إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميلة بدر والخلافات المضطردة والمستمرة داخل أسرة بشار الأسد بالفعل كمال وهناك تطور جديد في هذا الخلاف شكرا لك حلقة جديدة في مسلسل الخلاف ضمن عائلة الأسد في سوريا يبدو أن الأحداث تصاعدت هذه المرة ضمن الخلاف الأول الذي يخرج للعلن في الأسرة التي تحكم سوريا منذ خمسين عاما فبعد سلسلة من الفيديوهات التي نشرها رامي مخلوف ابن خار رئيس النظام السوري بشار الأسد أترد بحجز أمواله حيث نشر مخلوف وثيقة بتاريخ 19 مايو أيار وعليها توقيع وزير المالية السوري وتنص هذه الوثيقة على الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وزوجته وأولاده وذلك ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا مخلوف تحدث عن أشخاص في الحكومة لم يسمهم يريدون الاستلاء على شركته وقال في منشور هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة وأضاف مخلوف أن الجواب كان بمنع تعامله مع الدولة لمدة خمس سنوات وقد نشر مخلوف سابقا فيديوهات يناشد فيها الأسد شخصيا للتدخل من أجل إنقاذ شركته وأنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار الاقتصاد السوري في حال نفذت الحكومة تهديداتها حكومة النظام تقول أن سيريا تال مدينة بمبلغ 134 مليار ليرة أي نحو 77 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية وهو ما نفاه مخلوف وقد لعب رجل الأعمال السوري دورا كبيرا في تمويل الأسد في الصراع الدائر منذ عام 2011 وهو يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية ويعتبر المشغل الرئيس لأموال الأسد عادل الشوني غرد وبكده تكون انتقلت أموال الشعب السوري من يدي للصن إلى يدي للصن آخر هجر كتب قائلا غدار يا زمن السوري لمن كان يسمع اسم رامي مخلوف كان يرتجف يترى بيئي عنده حق بنزين السيارة ولا لا أما مصطفى قاسم فأيداء الحكومة في هذا القرار وقال قرار وطني وهو يأتي ضمن نهج محاربة الفساد ونشجع الجهات المختصة ووزير المالية على الضرب بيد من حديد على قوى الفساد الأخرى أمثال سامر الفوز وبشر أما ناظم الحركي فكتب قائلا هذه القرارات من إبداع أنظمة البعث والأسد التي استهدفت الكثير أنا أتمنى كل سوري أن يكون تحت مضلة العدالة والقضاء النازيه لكن نظامك عمل بجهد خلال خمسين سنة لتدمير القضاء والقانون من خلال المخابرات والتشبيح ونختتم جولتنا اليوم بهذا الفيديو الذي لقي رواجا على مواقع التواصل لحفيدين يحتفيلان بتخرجهما مع جدهما المحجوز في مركز للرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية نشاهد هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر بالفعل بالفعل هذا ما خلفته كورونا شكرا بدر ونصل لنهاية الساعة الأخيرة ونختمها كالعادة بالكاريكاتور لن نتعبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر